أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو بستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم ومعاكم توقعات برج الدلو السبت 26 يونيو 2021 2021 الأمور على وشك أن تصبح أكثر حلاوة في قسم الرومانسية تنتقل الزهرة المغناطسية للأمام إلى علامتك المعاكسة لإظهار الأسد اليوم حيث ستبقى حتى يوم 21 يوليو يمثل هذا الانتقال أحد أفضل أوقات السنة في حياتك التي يرجع تاريخها حيث تعمل الزهرة على شفاء الروابط وجذب العشاك يسحل استخدام هذه الفترة الزمنية لتعميق الاتصالات الناشئة أو المواعدة عاطفيا استكشاف خياراتك تمركز عطارد مباشرة عبر بيتك الخامس للحب والعاطفة والمتعة منذ يومين وأنت ترى الفرق وما زلت تتساءل بالفعل عما إذا كنت ستجربها أم لا في هذه الأسناء سوف يلامس قمر اليوم برجك والذي بدوره يشجعك على إعطاء الأولوية لإستقرارك العاطفي وكذلك مشاعرك الأهمق من المؤكد أنك عادة تستخرج المنطق من مشاعرك لكن هذه أيضا قوتك العظمى أيضا مع قطاع لقطاع علاقتك من السهل أن تبدأ تسخين مشاجرة نظرا لمقدار الشغف المحيط بهذا المجال من حياتك لذا تخطو برفق معنيا يمكن أن تحدث المناقشات الصعبة اليوم بين شركاء العمل أو الزملاء ربما لديك أفكار مبتكرة بينما لديهم استراتيجية إبداعية موجودة بالفعل في أذهنهم يقوم قمر الدلو بتشكيل اتصال دفع وسحب مع المريخ المحدد بوضوح في برج الأسد في قطاع التعاون الخاص بك من المهم معرفة كيفية الاجتماع في المنتصف واستيعاب الفريق مع التأكد من أيضا من أن هذا يتماشى مع رؤيتك أيضا استخدم قوة الإقناع الاجتماعية الخاصة بك للجمع بين الفكرتين ودمجها معا المواعدة اليومية أنت تشعر بأقوى دافع لإخافة الناس اليوم بطريقة جيدة بالطبع طاقتك الإجابية قوية جدا في هذا الوقت ويجب أن تكون قادرا على جعل الناس يفكرون مرتين نصيحة اليوم بعض الغرابة لم تنتهي بعد لا يزال هناك شيئا غريب يحدث من حولك